عايز يعلوكم خبر مهم مهم ما اشتعرفوا احنا بدقنها ازاي مهم يعني اتحاد الكورة جسوس جمال علام تحديد رئيس اتحاد الكورة عايز يحسن موضوع اعضاء لجنة الحكام قبل بداية الدور بقى اعضاء المجلس بيقولوا بلاش عشان نبدأ على هدوء كده باش في مشاكل احنا لو بدأنا واعلننا اعضاء لجنة الحكام هنلاقي الباقيين زعلوا واتدائقوا وتنرفزوا فيحصل ازمة ويحصل دوشة ويحصل مشاكل فخلنينا بدئين كده ايه بالتشكيل للمجلس استقرع عليك لاتنبرج رئيسا للجنة الحكام ومعام محمد فاروق نايم واحمد ابو العيلة مدير للجنة وتامر دوري وهيام بركة في اللضوان نكتفي بدول دلوقتي انا ليه قلت الخبر ده عشان بدري بدري كده بدري بدري ونسجل مع بعض هيحصل ازمات هيحصل دوشة ويحصل لغبطة وتلاقي ناس طالعا ما تقول لك واكلاتنبرج بيعمل لنا ايه ده فاشل ده فلان لما كان موجود وفلان وعلان لما كان موجود كادت الامور احسن من كده بكتير انت عايزين تودوا التحكيم لفين وراجل ده بياخد بالعملة الصعبة وبيعمل ايه خليك فاكر هيتقال مش عايز احلف يعني عشان خطر ربنا الاعلم بالغيب بس التوقع الاكثر منطقية انه ده يحصل مع أكلاتنبرج وبص يا سيدي هيبقى فيه اخطاء من الحكام اهو هيبقى فيه اخطاء من الحكام وهيبقى فيه اخطاء ضد فريقك اللي هو الاهلي هيبقى فيه اخطاء ضد فريقك اللي هو الزمالك هيبقى فيه اخطاء ضد فريقك اللي هو اسماعيلي وفاركو وفيوتشار وبرامد وأي نادي في مصر أخطاء الحكام ما بتخلص خالص شوفتوا صورة كتريسة على دهالكو دي بتاع برداندو سيلفا ومحمد صلاح الراجل متشعلق فيه حكم في الدول الإنجليزي أقوى دوري في العالم حكم المساعد وحكم الساحة قدامه محدش حسب حاجة فيه أخطاء هتحصل 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 بس احنا بنقول ايه نقل للأخطاء الحكام ده يبقى أكثر قوة في الشخصية نحميهم ويحمون بقراراتهم متبقاش فيها اي اصارة للجدى وتعمل مشاكل نحاول نساعد بعض بس لو انت فاكر ان كلاتنبرج ده موجود عشان ما يبقاش فيه أخطاء في التحكيم تبقى غلطان طيب هيبقى فيه ناس بتستغل الأخطاء ديت عشان توقع كلاتنبرج والناس اللي معاه آه آه مية في المية مية في المية ما تروحش معاهم بقى عشان هم هيبقوا عايزين يمشوا كلاتنبرج عشان يجيبوا سين أوصاد الأوضاد اللي انت عارفهم ومجربهم وعارف بيحصل معهم ايه بس بقولك كده عشان نقضي النشط بعض كل شوية